بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا ما زلنا في نور الدين نستهدي حول العلاقة بين الولد والبنت ومدى الصداقة التي يمكن أن يبيحها الشرع الشريف ويرضى عنها الله سبحانه وتعالى ثم الناس تكلمنا أن أصل هذه العلاقة يجب أن يكون مبنيا على العفاف والعفاف كلمة ضد كلمة الابتزال ضد كلمة الفحش ضد كلمة الانحراف كلمة جامعة في اللغة العربية تعني شيئا من الصفاء وشيئا من الشهامة وشيئا من الحب معاني نسميها في الأخلاق بالمعاني العليا وهذه المعاني العليا هي التي تجعل الإنسان إنسانا دائما على ما تربينا عليه من وقائع الحياة الدنيا أن البنت إذا ما قامت علاقة صداقة بينها وبين الولد فإن البنت هي الأكثر ضعفا في هذه العلاقة وإذا فشلت هذه العلاقة فإن البنت هي الطرف الأكثر خسارة ولذلك يتوجه خطابنا إلى البنات بأن كوني أكثر حرصا في هذه العلاقة وكوني أكثر تمسكا بقضية العفاف وكوني أكثر حذرا في هذه العلاقة أن تكون متوازنة وأن تكون تسير على حد الحلال وحد رضا الله سبحانه وتعالى نريد في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء أن نستمع أكثر إلى ما يقول بخاطر الشباب حول هذه القضية